اشتركوا في القناة عشان تقدر تعمل كده انت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض انك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاتي ان ده يتحقق معاك امين ارحب بك عزيز المشاهد في حلقة جديدة من مدرسة المسيح ارحب بيك تلميذ للمعلم والسيد اللي بيدعوك ان تتبعه في الحلقات الماضية اتكلمنا عن مجموعة من الفصول ابو الابواب معرفة الله معرفة الانسان معرفة المسيح معرفة الروح القدس الى اخره لكن في الجزء ده نتكلم عن موضوع خاص جدا وزي ما قلنا في كل حلقة بيزع برضو بطريقة خاصة بيزع يوميا لانك لازم تسمعه وراء بعض اذا كنت مش تتابعه معانا على التليفجين من فضلك داونلود الحلقات دي تسمحها وراء بعض بقدر ما تقدر اربع خمس حلقات حتى في اليوم الواحد لان صعب انك تاخد حلقة وتستنى ساعات او ايام لان الموضوع ده مترابط ومتشابك جدا حتى بالطريقة اللي احنا بنسجلوا بيها بنسجلوا وراء بعض عشان تقدر تفهم وتطبق وتعيش الاختبار ده واختبار شفاء النفس التلات حلقات الماضية اتكلمنا عن المقدمة بس احنا خدنا لايه المقدمة مقدمة الموضوع بنقصد ايه بشفاء النفس ليه ربنا بيدعونا التأكيد ان ده وعد لكل واحد فينا الله يريد وايه ويقدر يريد وايقدر يريد وايقدر ودي الاكيد اللي لينا عشان كده احنا متطمين مش خايفين نفتح الغرف المغلقة مش خايفين نفتح جراحنا مش خايفين نطلع اوجعنا لان يوجد طبيب ويوجد ايه ويوجد ايه بلسان ويوجد ايه دواء ففي دواء وفي دكتور لو في دكتور بس ما عوش الدواء لو في دواء بس ما فيش دكتور لأ ده فيه ضبيب وفيه بلسان الحلقة دي هنبتدي مع بعض الرحلة بتاعتنا الرحلة بتاعتنا الرحلة بتاعتنا هنستخدم فيها بعض الادوات الرمزية عشان تجسد لينا المعنى ونفهمه هنستخدم بعض الادوات الرمزية اللي استخدمها الكتاب المؤدس عشان تشرح لنا ايه اللي بيحصل لما بنتعرض لأزا لما بنتعرض لجراح من ظروف الحياة او من اشخاص او من انفسنا بيحصل ايه العوج بيحصل ازاي المرض بيتكون ازاي جوايا وبالتالي الشفاء بيعمل ايه جوايا وبيصلح ايه فحنستخدم بعض الحاجات اللي تساعدنا في الرحلة دي اننا نشوفها بصورة مجسمة تساعدنا للفهم وتساعدنا للتطبيق العملي الاية اللي موجودة اللي حنقراها مع بعض عن حاجة اسمها الزيج عن حاجة اسمها الزيج السلايد ده هيساعدنا قوي ايه حكاية الزيج ده ايه الكلمة دي الزيج ده هو البتاع دي اللي بيسميه اللي بنسميه ميزان الخيط ميزان الخيط هو ده ممكن بعضنا ارى الآية دي قبل كده وما فهمهاش الآية بتقول ايه فسألني الرب ما انت رائن يا عموس شايف ايه يا عموس فقال فقلت فقلت زيجا فقال السيد هانا ده واضع زيجا في وسط شعبي هانا ده واضع زيجا هو ده الزيج وبارعنت ايه لا ممسوكة في خيط ومنتهية بحلقة كده زي دي وبعدين بقرة ملفوف عليها الخيط ده ده الزيج مين اللي بيستخدم الزيج دوت وبيعملوا بيه وعشان ايه ده اللي احنا هنتفرج عليه دلوقتي واحنا بنبص على الحجارة دي ده البنة البنة ده اختراع ده لازالوا البنيين شغالين به لغاية النهاردة اكتشاف قديم جدا بس جميل جدا جدا من غيره ما تعرفش تبني حيط ما تعرفش تبني حيط ابسط حاجة ما تعرفش تبني حيط ده اللي بيخليك تعرف تبنيها زيجا آية تانية بتتكلم عن الزيج يمكن مش موجودة مع حضراتكم لكن موجودة عندي اشعية 28-17 بيقول ايه واجعله الحق خيطا والعدل مدمارا فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجرف الماء السطارة فالكد بيروح نجرف الكد الحق حيبق خيط عيد الكده مستقيم فالكد والالتواء يحصل له ايه يتفضح يتفضح ميزة الخيط ده ميزة التقيلة ديت ميزة الميزان دوت انه بيقول لي معوجة ولا معدولة صح بيقول لي العدلة فين بيقول لي العدلة فين وبالتالي اي عوج بيبان بيقول لي الحق فين فالكدب على طول يحصل له ايه يتفضح فكرة جميلة قوي 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 خلوني اوريها لكو ديت عشان تتخيلوها كويس انا عايز ابني عايز ابني حيط الحيطة دي مجموعة من الحجارة كويس عايز احط حجرة فوق حجرة وبعدين احط التانية وبعدين احط التالتة وعايز اتأكد ان الحيطة دي طلعة دغري عمودية على الارض لان الحيطة ديت لو طلعت ميلى كده او كده او كده او كده بالوقت يحصل له ايه الحيطة ديت تقع الجاذبية هتشدها والجاذبية قوية جدا جدا جدا. اللي يحفظ الحيطة دي ويتشيل اللي فوقها انها عمودية صح كده? فاللي فوقها بالعكس يدكها في الارض مزبوط. لو ميلة كده وبعنى حطيت حاجة فوقها تعمل ايه? رح موقعها. اعرف منين ان دي عدلة? اعرف منين اني بحط كل طوبة فوق الطوبة التانية تطلع عدلة? بالخيط دوت. اجي وانا بطلع اروح اروحات دي كده. اروحات دي كده. وتبقى دي قد دي. بصوا كده فتبقى المسافة ما بين الخيط وما بين الحجارة دي ايه? اد بعضها. اذا الحجارة دي طلعت لقدام. بصوا بانا على طول انها ايه? ان دي مش مزبوطة. ان بقى قدامني ميل. ان بقى في عوج في هذا البناء. سهلة قوي. بالخيط دوت بحط الطوبة بتاعتي لغاية لما بتأكد انها موزية. ان الميزان بقى بتاعي مزبوط. ان المسافة من هنا لهنا زي من هنا لهنا. معنان بابني عدل. الميزان ده بيخليني اطلع حيطة مزبوطة. يمكن الصورة في الكاميرا دي هتوريني الفرق ما بين الاتنين دول. لو انا جيت مش بابني مزبوط. وبابني حجارة عوجة. ومنظرها بالمنظر دوت. وبعدين جيت حطيت الميزان بتاعي ده. اهم واقفين يا عم. انت بتتخانق ليه? ما هيعد لهيه. لكن ما اجي حط كده بتبان على طول في ضيحة. في ضيحة. الخد ده بيقولي المبنى ده عدل والعوج. في رحلتنا كلنا في شفاء النفس. هنستخدم الميزان دوت. ايه الميزان دوت في كلمة ربنا? يجعل الحق خيطا. والعدل متمرن. فالخد دوت الميزان ده هو الحقيقة. هو الحقيقة. الحقيقة بتوزن العوج. الحقيقة بتفضح الايه? البوزان. فبتقولي خطر. اعدل المبنى. خليه ماشي مع القوانين. القوانين هي الجاذبية. احترم القانون. لو ما احترمتش القانون. القانون هيعمل فيك ايه? مش هيحترمك. صح? تحترم القانون. القانون يعملك ايه? يحترمك. انت راجل محترم. ما تحترمش القانون. القانون يععمل فيك ايه? يبهدي لك. زمان قال لك ايه حكاية الجاذبية دي? شو معنى الطير بتطير? فبعض الناس قررت تعمل ايه? تطير. فطلع من فوق السطح ورع اعمل ايه? وفارد نفسه كده او طار. صحيح كده حصل له ايه? مات. هو تحدي القانون. بس القانون اكبر مني. ايه لازم احترمه? عشان اطير لازم يبقى الجناح وامسحته ودورانه. وسرعتي تخليني الهاوية يعرف يعمل ايه? يشلني. لما صممنا الطيارة بالمنظر دي الطيارة حصل لها ايه? طارت. وشالت واحد وشالت اتنين. الطيارات الحديثة دلوقتي بتشيل لغاية ستمائة راكب وسبعمائة راكب. زائد البضاعة. مدينة بتطير. لان احترمت القانون. لان فهمت ان الريح عشان تشيلني لازم مساحة الجناح لمساحة الطيارة تبقى متنسبة. لازم الجناح ده يبقى معمول بطريقة معينة ان الهوى لما بيخبط فيها الهوى يرفحها الفوق مش يجيبها ايه? لتاحد. حاجات بسيطة قوي. بس اتخليني اطير او اموت. الفرق بالاتنين ضخم جدا. الغريبة بقى ان في الحياة الطبيعية. بنحترم القوانين اللي ربنا خلقها. عند بقى الحاجات الادبية. الضبط دي الرسمة اللي احنا عملناها موجودة عندنا هنا. ان الخيط ده بيبين لي العوج في البناء. المشكلة بقى ان باجي عند القوانين الادبية. بقول نسبية. القوانين الطبيعية مطلقة. جاذبية يعني جاذبية. الكتروماجنتيزم يعني الكتروماجنتيزم. طفو يعني الطفو. قانون الطفو هو قانون الطفو. ان عشان اطفو فوق سائل لازم حجم السائل المزاح يبقى. اكبر من الكسافة النوعية. لازم. ان قوة الدفع بتسوي حجم السائل المزاح. السائل ده لو مية يبقى واحد. لكن اغلب السوائل اقل من واحد. مش كده? فعشان اطفو فوق سطح المية. انا عايز القوة بتاعتي عايز الحجم ده يبقى اكبر من كساف من وزني. اكبر من وزني. اش كده بنفرغ السفينة. عشان يبقى وزنها اقل من حجم الماء المزاح. فتطفو. غير كده. تغرأ. عملنا عابرات للقراط. عملنا مدن عيمة. لان احترمنا القانون. عملنا ايه? احترمنا القانون. فزي ما فيه قوانين طبيعية. وده اللي بيقوله مزمور تسعتاشر. مزمور تسعتاشر. مزمور تسعتاشر بيقوله ان فيه قوانين طبيعية. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر عمل يدي. وبعدين من عدد سبعة بيقول فيه قوانين ادبية. ناموس الرب كامل يرد النفس. طبعا الناموس ده مش اللي بيقرس. فاهميني? الناموس ده يعني قانون الله. القانون الادبي كامل يرد النفس. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. وصير رب مستقيمة تعمل القلب تفرح القلب. امر الرب طاهر يعمل ايه? ينير العينين. خوف الرب نقي. ثابت الى الابد. احكام الرب حق عادلة كلها. اشهى من الذهب والابريز. احلى من العسل وقطر الشهاد. عبدك يحضر بها وفيه حفظها ثواب. نتيجة عظيمة. يبقى زي ما هدين فيه قوانين طبيعية لما باحترمها بتخدمني. ولما باحترمها بتقطم رقابتي. مش كده? فيه قوانين ادبية. لما باحترمها بتشلني. بتفرح قلبي. بتنير عيناي. وبتبهج حياتي. ولما بكسرها بتعمل فيه ايه? قلبي بيتكسر. قلبي بيتكسر. ايه القانون الادبي اللي ربنا حطه? ايه الوصية اللي ربنا حطها? ايه الزيج الالهي بتاع ربنا ادبياً اخلاقياً? ايه القانون الاخلاقي اللي ربنا حط? ايه المتمار اللي هي دي الحاجة العدلة. واللي غيرها اعوج. ايه? الاية دي. ما هي الوصية الاولى والعزمة? تحب. تحب. المحبة هي القانون الادب. المحبة هي الكمال. اش عسك كده سمها كتاب رباط الكمال. المحبة هي العدل. العدل. هي العدلة. الحاجة العدلة. اي حاجة تشوه الحب بتعمل ايه? تعوج جدا. ميزان دا يعوج. ميزان دا يتمرجح. يتمرجح شمال او يتمرجح يمين. وحنشوف ده اللي بيحصل بالزبط في حياتنا. بنتمرجح. لاننا ما تبنناش على الحب. ما خدناش الحب ودينا الحب الحقيقي اللي عنه الكتاب. فالبناء اللي بيتبني في شخصيتي. القيم اللي بتحصل في حياتي. الطريقة اللي بعيش بيها. الطريقة اللي بتتبني بيها هويتي. بتبوز. لاني تبنيت بطريقة عوجة. لو كنت تبنيت على الخيط الالهي. ما كنتش طلعت بالمنظر ده. كنت طلعت عدل. انا معوج. لاني تبنيت غلط. لاني ما تبنيتش على القوانين اللي هي. لاني ما احترمتش وصايا الرب. طاهرة تنيري العينين. مستقيمة تفرح. فاهميني بقول ايه. فاهميني بقول ايه. فخلي بقلكوا من الفكرة دي. ده اللي حلمش بيه طول رحلتنا. رحلتنا بتقول ان في قانون ادبي اخلاقي. اسمه الحب. الحب هو العلاقة. هو قانون العلاقة بين الانسان والله. هو قانون العلاقة بين الانسان. واخيه الانسان. هو قانون العلاقة بين الانسان وبين نفسه. وبين نفسه. من هو حكيم حتى يفهم هذه الامور وفاهيم حتى يعرف طرق الرب مستقيمة مش عوجة الابرار يعملوا ايه يسلكون فيها اما المنافقون يعملوا ايه يعثرون العايز يمشي اعوج ما يعرفش اصلا سكة طوالي غد خيط العدل خيطا الحق مطمارا ماذا انت رائي زيج زيج مستزيج ده انه من الاربع جهات عمودي صح بصولوا من كده عمودي بصولوا من كده عمودي خدت بالك من حكاية دي عمودي في الاربع جهات في الاربع جهات هو عمودي من الناحيات دي عمودي ومن الناحيات دي عمودي ومن الناحيات دي عمودي ومن الناحيات دي عمودي مش معوجه من ولا ناحية قانون ربنا كده من كل نحية عدل بنيه بين ربنا عدل بنيه بين الناس عدل بنيه بين نفسي عدل هو دايما عدل لما تقف عدل تستريح لما تقف معوج يجي لك لومباجو لما تقف ميل ما تقدر لما تقف ميل ما تقدرش لما تقف ميل ما تقدرش لما تقف ميل ما تقدرش لكن تقدر واقف عدل أرجوكوا فهموا الحكاية ده ده اللي بيحصل لنفسياتنا بالزبط وحنوش اخدين بالنا ورحلتنا كلها هتمشي مع الخيط ده هتمشي مع الفكرة دية اللي ربنا بيتكلم عنها طوال الوقت خليني نشرحها بطريقة تانية خليني نشرحها بطريقة تانية العين بتشوف الحياة العين بترى الحياة بترى العالم بترى الأشياء بترى البشر صح كده لكن وانت بترى أغلب الناس بتبقى لابسين نضارات النضارات دي تختلف العدسة اللي موجودة فيها مش كده؟ ففي عدسات ملونة وفي عدسات مش ملونة في عدسات غمقة سودة تلاقي لابس نضارة كده داخل الكنيسة أو داخل السينما ولابس نضارة سودة ليه يا ابني؟ الشمس مش يعني ده انت جوه الكنيسة ده انت جوه السينما ودنها ظلمة بس هو كده أنا بحب النضارة السودة دي ماقدرش علح في ناس لابسة عدسات مكبرة زي ديت مثلا عشان تكبر الحروف بسبب السن فقرة فقرة وفي عدسات مصغرة بتصغر الحاجة مش عارف لئيه بس موجودة خلي بالكم من اللي حنقوله ده في الجزء اللي جاي ان العدسات اللي بحطها بتفرق فرق كبير جدا في اللي أنا شايفه فللابس عدسة مكبرة بيشوف الحاجات اكبر من ايه من حجمها في الحاجات بصغير قوي بس اشوفها كبيرة قوي حاجات حيفة اشوفها جوهرية وشوفها مصيبة وديها اعتمام كبير قوي وهي مش مهمة لاني كبرت الحاجات او العكس فيه ناس لابسة عدسات مصغرة فتبقى المصيبة قد كده وهو شايفها يا عمي يا عمي دي مشكلة صغيرة خالف ولا تسأل فيها ده سرطان ده صغير قوي بس سرطان بس صغيرة قوي 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 أم عدسة صغيرة لما يكبر نبقى نتعامل معاه بتهزر اكيد بتهزر قبل ما يكبر هيبقى راح في كل حتة ياما بنصغر حاجات مش شايفينها بحجمها الحقيقي مش شايفين اللي حصل معايا ده حاجة مدمرة قنبلة تدمرني يا عمي ده بيحسن مع كل الناس واحد من الحاجات اللي حنتعرض لها مثلا ختان الإناس أغلب البنات في مصر بالذات في الريف بالذات في الطبقات الاجتماعية اللي مش الأهالي بيختنوا البناتهم يعني كلهم أغلبنا بس دي مصيبة مصيبة حنتكلم عن ده اعتداء جنسي ده اعتداء جنسي صح بنت عندها سبعة سنين تمان سنين عشر سنين اتناشر سنة مسكوها وربطوها وقطعوها وسبوها تنزف ليه كده عشان ما تبقاش قليل أدب يعني هي قليلت أدب عشان ما تبقاش هو ده اللي خليها مش قليلت أدب بي مصيبة بي مصيبة بس احنا عادي عادي ده مش عادي ده جرح عميق ده كرسة حصلت محتاجة شفاء بس العدسة المصغرة بتشوف بلاوي عادي عادي رايب كنا زي بنتكلم مع حد فبنت جاية مضطربة جدا لأن أهلها بيتخنقوا مع بعض فمسلا قعدنا مع الأهل فالأب قال لي قال لي أنا تربيت في بيت أهلي كانتوا ناري يتخنقوا فيها إيه هي ليه تعبانة قلت له مش نفس الأسباب بتؤدي إلى نفس النتائج مع كل البشر أنت ما تعبتش إن أهلك كانوا بيتخنقوا هي هي تعبت إحنا كتير بنلمس عدسات مصغرة مش بنشوف الحاجة بحجمها الحقيقي فبنتحك على روحنا البعض شايف عدسات ملونة لابس عدسة روزي فشايف كل حاجة إيه روزي فشايف الحياة بمبي الحياة بمبي يا باخته صح كده بس مش واقعي مش واقعي وفي ناس العكس لابس عدسات صودة مطينة زي ما كنا متكلم عنها فكل حاجة بالنسباله إيه الهباب ده وجتنا نينة في عصدنا ليه الهباب لأنه لابس عدسة صودة هو مش شايف كل حاجة صودة مش شايف الجمال مش شايف الأحمر مش شايف اللبني مش شايف الأخضر هو شايف كله إيه اسود لأن العدسة اللي لابسها صودة مش شايف الحقيقة لازم أقلع العدسات دي لازم ألبس العدسة الإلهية كلمة الله دي النظارة اللي لازم أشوف من خلالها الحياة لما أتكلم عن الحب أنا حب حب الولاد للبنات هو ده الحب وكما عن حب تاني لما أتكلم عن الوفاء والإخلاص أنا وفاء وأني إخلاص في عدسة هنا ربنا دهالنا بيقول لنا إزاي نشوف العالم ونشوف الحياة ومن خلال العدسة بنشوف الحقيقة من غير العدسة دي مش هنشوف الحقيقة هنشوفها كبيرة هنشوفها صغيرة هنشوفها ملونة وهي مش ملونة هنشوفها هي سودة بينما هي ملونة مش هنشوف الحقيقة العالم بيتحك علينا العالم حط مقييس غلط العالم حط مقييس ميلة عوجة مش عدلة خلتنا ما حكمناش على الأمور حكم حقيقي فاتخدعنا مين يرجعني لصوابي مين يوريني المشكلة بتاعتي الحق العدسة الإلهية كلمة الله نموس الرب ربنا بيقول إيه ما بكتشف ربنا بيقول إيه بكتشف العوج اللي موجود في حياتي بكتشف الحطة دي هتقع هتقع يعدلها يهدها لكن كده هتقع يعدلها يهدها بس كده الحطة دي هتقاجلا أو عاجلا هتقع مني قلنا إن القيمة هي القلب القيمة في القلب نموس ربنا ده نموس ربنا وصية ربنا الحب ده الإلهي بيئيس بيئيس بيتعامل مع مين بيصف ايه بيفحص ايه ربنا ده لما عايز يفحص عايز يفحص ايه عايز يوريني ايه اللي عيدل فيها وايه اللي أعوك فيها وقفتي عايز يمتحن ايه ربنا قلبي فوق كل تحفظ احفظ ايه قلبك فربنا لما عايز يوريني ايه اللي غلط بيوريني اللي غلط اللي فين اللي في قلبي اللي في قلبي في قلبي ربنا بيمتحن القلب لأن من هنا بنبتدي رحلة التصحيح ومن هنا بتيدي رحلة الشفاء يشفي ايه منكسر ايه قلب فلازم التشخيص شخص قلبي لان المرض في قلبي والعوج فين والوجع فين والحزن فين فقلبي فانا موس ربنا لما بيمتحن عايز يمتحن مين قلبي عشان يوريني المرض ويديني الدواء فخف فخف مش الظروف مش الناس اللي عملوه فيا بيمتحن مين قلبي بيعالج مين قلبي يشفي منكسر القلب فاهمين بنقول ايه يبقى في قانون في ميزان والميزان ده بيتعامل مع ايه مع القلب بيتعامل مع القلب عشان كده خلي نقف عند الكلمة دي ونشرحها القلب ده الكلمة دي لما جات في الكتاب بالعبري جات ايه جات لباب لباب او لب لباب الكلمة دي بالعبري لب او لباب اظن احنا في العربي نعرف ايه اللباب ده وته لب العش يعني اللجوه اللي ايه اللجوه متحمر من بره من بره كده واللباب اللي هو ايه اللي جوه لب الشيء فالقلب معناها لب الانسان لب الانسان باليوناني دي الكلمة اللي بنستخدمها في الطب كارديا عشان كده بيقول كارديولوجي فاهمين؟ علم امراض القلب كارديا دي الكلمة اليونانية اللي اتكتبت بيها لما بنتكلم عن القلب الكلمة دي لما جات في العهد القديم والجديد بتتكلم عن ايه في الانسان؟ بتتكلم عن عقله جات متين واربعة مرة بتتكلم عن العقل نفس الكلمة دي جات مية خمسة وتسعين مرة بتتكلم عن الارادة جات مية ستة وستين مرة بتتكلم عن العاطفة بتاعت الانسان مشاعر الانسان جات متين سبعة وخمسين مرة بتتكلم عن البرسوناليتي كلها تلاتة مع بعض بصوا مهم قوي الارقام دي ده جات العقل متين واربعة جات الارادة مية خمسة وتسعين جات العاطفة مية ستة وستين التلاتة دول اللي هي النفس النفس اللي هي الايه؟ الشخصية لباب الإنسان اللباب ده مكون من ثلاث قطعة فنفس الكلمة ممكن تصف القطعة دي أو القطعة دي لكن جاءت 257 مرة ثلاثة إيه مع بعض يبقى إذن ربنا بيتكلم عن الإنسان الداخلي اللي هي الشخصية الشخصية بتاعت الإنسان ديت علمياً وسايكلوجيا مكونة من إيه مكونة من جزئين وراسي وإيه ومكتسب شخصيتي صفاتي اللي طلع من التلاتة دول عقلي وقرطي وعواطفي مكونة من حكتين وراسي ومكتسب أرجع تاني للآية ديت فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة يبقى لازم أنا أكتشف قلبي ده الأول فاكريني لما سألناك السؤال ده أنت مين ناس كتير جات قالت لي معرفت شاكتب صح؟ كم واحد معرفش يكتب أنا مين كم واحد معرفش يكتب أنا مين كم واحد معرفش يكتب أنا مين معرفش يكتب أنا مين بتكلم عن إيه مش عارف الكلمة دي معناق إيه أنا مش عارف أكتب أنا أناني أكتب أنا طيب أكتب أنا بخيل أكتب أنا مش عارف أنا أكتب إيه أنا ده مين عبار عن جزئين موروث ومكتسب ولازم أفصص جوايا الفرق ما بين الموروس وما بين المكتسب أرمية 179 بيقولها في منطقة الخطورة بيقولك إيه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس يعني أكتر واحد ممكن يضحك علي من قلبي أكتر واحد ممكن يخدعني من قلبي لكن أنا حاسس بكده أنا حاسس بكده بيخدعني أنا عايز كده أنا عايز كده بيتحك علي أنا كده أنا كده بيتحك علي أنا مش كده عشان كده لازم أخلي بالي منه عشان كده فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأنه بيتحك عليك ازنقه واجهه عشان تقدر تكتشفه على حقيقته ما تسيبوش يتحك عليك اللي هيساعدك إن قلبك ما يتحكش عليك الحق المتمار الميزان دوت لما هتوزن قلبك عيبان عيبان عدل ولا أعوك من غير الميزان ده مش هتعرف هاوي لك أنا ميت فل وعشر وإن تحط كده الميزان جنبه تان ده نحلتي سودة ده أنا محتاجة تهد كلمتين دون مهمين قوي وحناخد رحلة فيهم مع بعض الفرق بين الموروس وبين المكتسب القلب الشخصية مكون من صفات أدبية مكتسبة وصفات أدبية وصفات غير أدبية سوريا مكتوبة غلط صفات غير أدبية موروسة خلي بالك ده الفرق مهم قوي أفسص منين جوايا بين الموروس والمكتسب ليه أنا عايز أفصل بين الموروس والمكتسب ليه أنا وأنا بكتشف نفسي عايز أفصل بين اللي اكتسبته وتعلمته من الحياة وبين اللي موجود على الجينات بتاعتي اللي موجود على الجينات ده اللي أنا هي ورسته لون عناية أكيد مش مكتسب صح مش قعدت في الغابة في عناية خضرت أو قعدت في الصعرة في عناية صفرت مش حرباية أنا فأنا لون عناية لون شعري طولي دي صفات ايه موروسة في شخصيتي في صفات موروسة اه موجودة فين عالجينات وفي صفات في شخصيتي مكتسبة اكتسبتها من الجراح والظروف اللي تربيتها دي مكتسب ليه عايز افصل الموروس عن المكتسب حت نفهم ليه ليه ايوه ليه عايز افصل the two الموروس ماقدرش اغير فيه لكن الموروس حادر اغيره اغيره لقدر اغيره لقدر اكش شوية اسم طويل زيادة صح би للقدر اطول شوية حسن قصير زيادة حادر اغير الموروس حادر اغير الموروس رده علي لأ utilizz. لكن المكتسبة مقدر اغياره قدر اغياره كله لا مش كله ما اكتسبته زي ما اكتسبته ممكن ايه هفقده واكتسب غيره خلي بالكم الحكاية دي ده مش عالجينات ده مش عنا اصلا انا اناني لا تقدر ما تباش اناني اصلا انا متكبر لا اقدر ما باش متكبر اصلا انا حسس او 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 ماستحملش كلمة ده يا عام مرض تخف منه وتبقى زي الفل وتستحمل اصلا انا جبان دي فقاني جينا دي وانت دخل كده على ايدك الشمال تلاقيها اخمية 23 مش عكس ما انا جبان اللي اكتسبته اقدر ايه ارجعه عشان كده لازم افصل ما بين الاتنين لان الموروس هتعامل معاه زي هنميه هعمل ايه هنميه هطوره عندي ودن موسيقية اقدر اناميها صح ولو ما نتمتهاش انام على اوداني كويس عندي قدرة اني صوت يحلو اناميه واخد فوكلز وتعلم مش عارف ايه وطلعها مش عارف منين بدل منين فيبقى اجمل صح ما نمتهاش فالموروس باكتشفه عشان اعمل ايه اناميه دي مهارات تبقى افضل وافضل وافضل لكن بتوصل عند حد ما بتتعدهوش يعني في الزكاء مثلا بقدر انامي الزكاء يزيد كام لو استثمرت في زكائي يزيد 13% يعني المية يبقى 113 يعني هارف يد ده بينتقل من متوسط الى زكي جدا 13% دي حاجة كبيرة قوي مش حاجة ازغيرها فاذا تنمية الموروس حاجة جميلة جدا اضافة لكن بحاول اغير الموروس بعمل ايه بكسر في روحي بعمل ايه بكسر في نفسي بمسح جينات موجودة في جميع خلاياي تعارفين الجينات دي موجودة في جميع خلاياك هي هي في جميع خلاياك تمسح ازاي دي ده انت لو مساحت مخك مش عارف تمسح لاني موجودة في كل حتة فيك ده انت ده انت لازم اكتشفها واقبلها وطورها المكتسب لازم احط اللستة واشوف ايه منهم حرميه في الزبالة ايه منهم حامل ايه هرميه في الزبالة وايه ناقص لازم اضيفه وتعلمه فاذا الفرق ما بين الموروس والمكتسب فرق هائل اذا ما انا ما قدرتش اشخص وافصلهم عن بعض جوايا واكتب ده فلستة واكتب ده فلستة مش هعرف اتعامل مع مين مع قلبي مش هعرف اكتشف انا مين مش هعرف اتعامل مع حقيقتي حبقى دايما متلخبط في روحي ومش عارف افصل ما بين المكتسب والموروس الحتة دي واضحة الحتة دي واضحة في رحلتنا دي لما نفصل بين هذا وذاك وده شيط هيتوزع على حضراتكم وحيكون موجود على الويب سايت اللي أحباءنا اللي بيتابعونا على شاشات التليفجين الشيط دوت بيساعدني اني اكتشف الموروس وليس المكتسب دي لستة بعنوين الصفات هتلاقي حاجات روحية وبعن حاجات نفسية الروحية دي اكيد ايه مكتسبة مش كده لكن الموروس هو الصفات الأدبية الشخصية السوري الشخصية اللي مش صفات أدبية ما تتعلقش اني حلو ولا وحش يعني انا حد طبع سخن ولا بارد ده حلو ولا وحش انا اجتماعي او انطوائي ده حلو ولا وحش دي ليه علاقة انا مؤدب وقال ليه الأدب زكاء اجتماعي ولا زكاء علمي ده يتعلق بأخلاقي حتلاقي ان كل الصفات اللي موجودة هنا اللي هي صفات موروسة صفات في الشخصية كلها صفات موروسة لما تحدد الموروس حتقدر تفصل بين الموروس وبين ايه المكتسب في حياتك المكتسب دي الرحلة اللي احنا حنمشيها فالجاد والده حيساعدك انك تعرف انت مين موروس ومش ده اللي حنشتغل عليه ده ازاي ترتقي بنفسك مظبوط حتلاقي ثلاث خانات الخانة الاولى انت تكتب انت مين في رأيك الخانتين التانين تشوف اتنين يعرفوك كويس يكتبو لك بس مش في نفس الورقة في ورقة تانية حتصورها وتديها لهم وتدي الواحد الورقة دي وبعين في الاخر حتقارن التلاتة دول ببعض يا ترى اللي تعرفوا عن نفسك هم اللي يعرفوا الناس عنك ولا انت وصحبك وصحبتك كله واحد بي رأي مختلف عن التاني انتوا فهمتوني؟ الواجب ده حيساعدك انك تعرف الموروس وتكتشف ان اللي انت عارف عن نفسك الناس عارفا عنك ولا لأ في رحلتنا اللي حنمشيها مع بعض هي رحلة لاكتشاف الجزء التاني المكتسب من احداث الحياة ايه اللي اكتسبته غلط؟ ايه الحجارة اللي عوجة اللي انا اكتسبتها في حياتي غلط؟ ايه اللي تحط في حياتي غلط؟ ومين حطه؟ وايه حطه؟ وحنفرر ببين حاجتين مين؟ وايه؟ والفرب الاتنين كبار ومهم قوي وساعتها حقدر احدد ايه الحجارة اللي في حياتي اللي اكتسبتها اللي محتاج ارميها فين؟ زبالة وايه الحجارة اللي في حياتي اللي محتاج ارجع احطها في مكانها صح عشان يستقيم شخصيتي مع الخط الالهي عشان اعيش طرق الرب المستقيمة الابرار يسلكون فيها المنافقون يعمل لهم يحصل لهم ايه؟ يقعوا لكن الابرار العدل حيمشي على الخط العدل وماشي عدل فمستريح والناس اللي حواليه مستريحين واضح نعمل ايه؟ هنفصل ما بين الموروس والمكتسب انت هتحدد الموروس في حياتك وتحطه على جنب وتقول ده هشتغل عليه عشان اطوره وحنبتدي في صفحة جديدة ايه اللي اكتسبته غلط وما تخافش لان الموروس المكتسب ممكن كله يحصل له ايه؟ يضاير ما تخافش مهما كانت لعيب ما تخافش لان ده مش مكتوب على جيناتك ده انت اكتسبته وزي ما خدته تقدر تعمل ايه؟ تتخلص عزيزي المشاهد اشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة اتمنى اننا بتدينا نفك الغاز القصة بتاعتنا اتمنى انك تكون قادر تفهمني من فضلك قبل ما نلتقي الحلقة القادمة قبل ما تشوفنا بكرة على الحلقة الجاية من فضلك حل الواجب دوت حاول تفصل بين المكتسب والموروس حبائي داخل الستوديو قبل الحلقة الجاية عايز كل واحد يجاوب على الاسئلة دي واذا امكنك قبل ما تعملها اطبع النسخة دي وديها لحد يعرفك كويس من الموجودين على الاقل واحد وشوفوا قارن بين ما تعرفوا عن نفسك وما عرفوا الاخرين عنك زي ما اتفقنا عزيزي المشاهد حلقات هذا الجزء من شفاء النفس هتزاع يوميا وحتجد على الشاشة ارقام تليفونات من مختلف بلدان المنطقة العربية تقدر تتصل بيهم عشان يساعدوك ويقفوا جنبك ترجيتك من بداية هذه الحلقات ان من فضلك ما تسمعش الحلقات دي لوحدك بقدر امكان خليك اتنين او تلاتة ابتدوا بالصلاة انهوها بالصلاة اعمل الواجب حل الاسئلة دي من المذكرة اللي موجودة على السايت اللي موجود قدامك ربنا يرفقك في هذه الرحلة العظيمة ويحول كل رماد الى جمال الى ان نلتقي الرب معك امين في نهاية حلقتنا عزيز المشاهد عايز اشجعك انك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة تقدر تتفرج عليها ستريمينج تقدر تلاقيها ويرد تقدر تلاقيها تشيط عشان تحلوا وتبعطوا لينا مرة تانية تقدر تلاقيها pdf تقدر تقيها powerpoint او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها او تكون للايفود بتاعك او تكون للايفون بتاعك او تكون كمان ويندو ميديا بلاير والسيدي هات الديديدي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الان فصائده تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائك الى ان نلتقي ربنا معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة